فجرت عشرات الألغام والمتفجرات التي زرعت خلال حرب 2015 بمنطقة المراقشة في محافظة أبيانة وشاد قائد اللواء 185 مشال عميد أحمد المرقشي بجهود فريق نزع الألغام وما قاموا به من أعمال وتصفية منطقة من هذه المخلفات الخطرة من جانبه أوضح مشرف البرنامج الوطني لنزع الألغام بأبيانة العقيد الخضر الصوفي أن المنطقة ما زالت مليئة بالألغام وما تم نزعه هو جزء يسير منها وهي تشكل خطرا على حياة المواطنين اليوم تم تفجير عدد من الألغام والأبوات النسفة التي زرعت مليشيا الحوثي وأناصر القاعدة وبهذه المناسبة نشكر الفريق الألغام بغيات الأصور والفريق المرافق له الخضر الصوفي ونتقدم بالشكر للمواطنين على مساعدتهم في تسهيل عمل الفريق اليوم تم كميه من تفجير الألغام وعبوات وقضايف في خبر المرقشة الذي جمعت خلال الأسبوعين يعني وقتنا إلى هنا وتم تقميح هذا الكميه وتم تفجيرها اليوم ترجمة نانسي قنقر